اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلالي والإكرامي إرحمنا برحمتك يا أرحم الرحيمين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وضرى فالنهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرى ويتم نعمته عليك ويهديك ثراظا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أغزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافغات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتعقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن مكس فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلكون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم برا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم درا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل زننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبورا بل زننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى أهديهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للقافرين سعين سعين ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يجاء ويعذب من يجاء وكان الله غفورا الزحيما سيقول المخلفون إذا ضلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليل سيقول المخلفون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها جرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون أبل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليلا بل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليلا كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاطلونهم أو يخلمون فإن تضيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبله يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم زراغا مستقيما وقري لم تقدروا عليها ودعاك الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو طات لكم الذين كفروا لولوا الأدبارا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبارا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبارا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبله ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرامي والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يجاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرامي والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تضعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يجاء له تزيلوا لعذبنا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المدين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المدين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلطين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا طريبا محلطين المسجد الحرام من كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج تطأه فآذره فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الظرع ليضيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحاته منهم مغفرة وأجرا عظيما وضع الله رحمة الله